وعلى هامش أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر التقى وزير الخارجية سمح شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين وخلال الاجتماع أكد الوزراء الثلاثة على استمرار التعاون والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة مصر والأردن والعراق ويعزز التعاون العربي وأشهد الوزراء بالإنجاز الذي حققته الفرق الوزرية المعنية في الدول الثلاث خلال الفترة الماضية تحقيقا للتكامل الاستراتيجي في إطار الآلية وأكدوا ضرورة متابعة المشاريع المستهدفة والإصراع في تنفيذها